صباح النور سارة إبراهيم صباح النور على كافة مشاهدي القناة الإخبارية طبعا كما ذكرت إبراهيم لبيه هي منصة إلكترونية تقدم خدمات استشارية للمستفيدين في أماكنهم وفي منازلهم اختصارا للوقت وحفظا للخصوصية وأيضا حفظا للمعلومات السرية التامة دون الكشف عن هوية المستفيد طبعا للحديث والاستزادة أكثر عن هذا التطبيق معنا باسم البلادي وهو صاحب هذا التطبيق طبعا أول في البداية نرحب بك عبر برنامج اليوم لو تحدثنا عن هذا التطبيق أكثر والسادة المشاهدين وكيف بدأت هذه الفكرة لديكم لاحيك أخي سعد وأنا سعيد صراحة اليوم موجود معكم في قناة الإخبارية أنا أخوكم مهندس باسم البلادي مؤسس منصة لبيه ومنصة لبيه هي منصة متخصصة في الصحة النفسية نهدف أننا نساعد الناس ويمكنون أفضل ويمكنون أحسن عبر ربطه مع الأخصائي والطبيب النفسي أولاين بكل سرية وبكل خصوصية عن طريق التطبيق الحمد لله التطبيق انطلق تقريبا في 2018 بعد قصة شخصية وصارت لي وبعدين حسيت أنه فيه كثير يعانون أصبح من هذه المشكلة اليوم السعودية فيها أكثر من 30 مليون نسمة مع ذلك الأعداد تقول أنه في العام الماضي أكثر من 500 ألف مراجعة لعادات النفسية أيضا اليوم عندنا فقط 750 طبيب والوصول لهم صعب فلذلك حن أسسنا منصة لبيه منصة لبيه كانت من الأوائل التي انطلقت فيه استخدام التقنية في المجال الطبي وتخصصنا فيه تخصص دقيق الذي هو الصحة النفسية والأمور الأسرية الحمد لله اليوم التطبيق فيه أكثر من 100 ألف عميل عندنا العملاء من أكثر من 10 دول والله الحمد عندنا أكثر من 110 طبيب وخصائي نفسي الحمد لله قدمنا أكثر من 25 ألف استشارة عبر التطبيق التطبيق هذا كله بشكل كامل بني هنا في المدينة المنورة الحمد لله عندنا توسع في جميع أنحاء السعودية وخارج السعودية السنة هذه أيضا حصلنا على ترخيص من وزارة الصحة كأول منصة رخصت في المجال الصحة النفسية في السعودية والله ملك الحمد يعني صار لنا تعاون مع وزارة الصحة مع المجلس الصحي الخليجي ومع كثير من الاجهات اللي حاولنا أن نوصل رسالتنا في تحسين حياة الناس عبر ربطهم مع المختصين وأعتقد هذا هو الشيء الأساسي اللي الناس حبت فيه لبيه أيضا الخصصية التامة خصصية بحيث أنه الطبيب ما يعرف أنت أميك أيضا سهلة الوصول تقدر تتواصل مع الطبيب في أي وقت في أي لحظة عبر تطبيقك بطريقة الاتصال أو عن طريقة الرسائل من خلال تطبيق لبيه اللي هو موجود على أبل ستور أو أندرويد ستور أو أيضا تقدر عن طريقة الموقع كتروني طبعا أنا كطبيب أو كاستشاري متخصص في هذا المجال يعني أبغى تواصل معكم أبغى أن أضم معكم في هذا التطبيق إيش هذه الألية؟ كيف الطريقة؟ صحيح هذه الألية جدا بسيطة فيقدر يتواصل معنا سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق حتى رقم الواتساب أو عن طريق الموقع يقدم عن طريق الموقع أو عن طريق التطبيق في طريقة يعني في نموذج يكملوا أيضا هنا نترط أن يكون مرخص من وزارة الصحة وأيضا نترط أنه عنده عدد سنوات خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال لأن هذا المجال يحتاج خبرة كبيرة يحتاج تحسين كبير فلذلك هذه هي الشروط الشروط جدا بسيطة ويكون مقيم في السعودية فاللهم لك الحمد اليوم عندنا الأعداد يعني لما ذكروا لما كنا بدأنا كان شوي صعب تقبل التقنية من المختصين لكن اليوم خصوصا مع جائحة كورونا صار عندهم رغبة كبيرة لتقديم الخدمات الصحة النفسية والاستشارات عن بعد أو حتى المحامرات والمحتوى المميز طالما تكلمت عن جائحة كورونا طبعا خلال الجائحة أيام فترة الحضر كيف كانت الوضع وكيف كانت الاستشارات وكيف كانت قريقة التي تتواصلوا مع العميل والله الجائحة كانت صعبة على الجميع أعتقد أن الألم اللي صار للجميع صراحة في وقت الحضر كلي أو الجزي ظهر بعد ذلك عن طريق الأمر النفسي الناس لم تكن متعود على تغيير نمط الحياة تغيير نمط الحياة بشكل طبيعي رح يؤثر على الشخص رح يؤثر على أسرته رح يؤثر على أسرته رح يؤثر على أسرته فلذلك وجود مختص نفسي يساعد الناس هذا الجي جدا مهم لذلك الحمد لله لاحظنا صراحة نمو كبير في عدد طالبين من استشارات إحساس بأهمية هذا الموضوع حتى اليوم الدراسات تقول هذا الشيء ليست مؤمن عندي الإحصائيات تقول أنه في نمو كبير صراحة للناس اللي أولا اللي كان أولا ما عندهم بعض الاضطرابات وبعض الأعراض زادت وأيضا الناس اللي كانت ساكنة أو راكدة لتفعت عندهم بعض الحالات وحمد الله فترة الحجر قدمنا مبادرة مع المركز الوطني الصحة النفسية اسمها لبيه الأمل كانت تقديم استشارات مجانية للجميع عن طريق التطبيق قدمنا أكثر من عشر آلاف استشارة مجانية أكثر من عشرين محاضرة أيضا شكرا لأستاذ باسم البلادي صاحب هذا التطبيق وهو تطبيق لبيه طبعا سارة وإبراهيم كما ذكر باسم البلادي التطبيق قدم خمسة وعشرين ألف استشارة إلى مئة ألف مستفيد ومئة وعشر آلاف طبيب بهذه المنصة طبعا سارة وإبراهيم هذا كل ما لدي أعود إليكم لإكمال ما تبقى من البرنامج الله يوفقهم يعطيهم ألف عافية على هذه الجهود شكرا جزيلا لك مراسل الأخبارية سعد سناني شكرا لك سعد